من المنتظر أن ينصب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللجنة الوطنية لمراجعة سياسة الدعم نهاية شهر ماي الجاري اللجنة سيشارك فيها البرلمان بغرفتيها أحزاب سياسية ونقابات الدعم الموجه النقطة التي أدرجت في قانون المالية والميزانية لسنة 2022 ستفصل اللجنة في تحديد كيفيات الدعم وحصل الفئات التي ستستفيد منها إشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومكونات أخرى سيضفي شفافية أكثر وباعتبار أيضا هذا الموضوع حساس جدا داخل المجتمع الجزائري هذا الحجم المالي يحتاج في تقديري إلى أليات أكثر ضبط ونقصد بها أولا منظومة إحصائية دقيقة جدا تدعم بنظام رقمنا يمكن أيضا هذه المؤسسات ذات طابعة التشاوري على غير البرلمان بغرفتيها أو مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية أنها تكون عندها فيزيبليتية نحو هذا التحول ونحو هذه الكتلة الكبيرة الرقمية التي ستستفيد أيضا من هذا الدعم مهام عديدة ستسند للجنة الوطنية المكلفة بمراجعة الدعم لعل أبرزها التنسيق مع الحكومة لاستكمال وضع أرضية رقمية لإحصاء الفئات المعوزة والعائلات المحتاجة مع وضع سلم للأجور التي تستفيد من الدعم وضبط كيفية الاستفادة إن كان نقدا عن طريق منحة تعمل اللجنة على تحديد قيمتها أو عن طريق بطاقة تموين للسلع والخدمات نقاش لتحديد ما هي أولا الفئات اللي راح تكون مستفيدة ثانيا نوعية الدعم يكون مادي أو يكون يعني نقدي واش هي يعني المعايير اللي تحدد هذه الفئات الشيء الثالث واش هو الجدول الزمني للتحول من الدعم الغير مباشر إلى الدعم المباشر بصفة نهائية الشيء الرابع واش هي المواد اللي يعني نبدأوا بها واش هي المواد لننتهي بها في عملية رفع الدعم كالكتير من الأمور التقنية وجب مناقشتها إرادة سياسية حقيقية لتوجيه الدعم لمستحقيه والقضاء على فوضى الدعم التي استنزفت ملاير الدولارات وأنهكت الخزينة العمومية لسنوات دون أن يستفيد المواطن من هذه الأموال